أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة العمل على تيسير وإسراع وطيرة إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع لمختلف الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة كما أكد مدبولي خلال اجتماعنا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ضرورة مواصلة اقتصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة وتسهيل حركة التجارة مع استمرار المتابعة الدورية من الجهات المسؤولة بما يسهم في تفعيل عمل منظومة الشحن المسبق